أذكرك بما في كتاب الاستقامة بالمناسبة هم الإباضية يسمون أنفسهم أهل الاستقامة يقولون إحنا مذهبنا الاسم الرسمي مالنا أهل الاستقامة ما يعجبهم كلمة تسمية الإباضية كثيرا نسبة إلى عبد الله بن إباط يقولون لا إحنا أهل الاستقامة وإحنا نرجع إلى جابر بن زيد وكذا فهذا كتاب عقدي معتمد عندهم مطبوع في عمان من قبل وزارة الثقافة كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي في الصفحة 84 في باب السعيد والشقي وأحكامهما في الولاية والبراءة في هذا الباب جاء فيه ما حاصله من صحت سعادته أو شقاؤه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار من أحد سالف أو من المهاجرين والأنصار فلا يجوز لمن علم ذلك وصح معه في أحد إلا أن يشهد بذلك كما علم واضح ثم يمضي فيقول وعليه مع ذلك أن يبرأ لله من معصيته التي صحت معه من هذا السعيد وعليه مع ذلك في حكم دين الله أن يقيم على هذا السعيد في أحكام الحق في ظاهر الأمور بما يحكم به على الشقي يعني ماذا؟ يعني واحد سمع من النبي صلى الله عليه وآله مباشرة أن فلانا من أهل السعادة من أهل الجنة مثلا يجب أن يعتقد ذلك أن هذا مآل الجنة مع هذا إذا أقدم هذا الشخص على معصية يجب أن يبرأ لله من معصيته ويقيم عليه حكم الشقي المعصية هذه التي جاءت منه من هذا الشخص يطبق الحد عليه مثلا في هذه المعصية زين ولا يجوز لمن صحت معه سعادة سعيد أن يخالف فيه حكم الحق في وجه من الوجوه لموضع سعادته التي قد صحت معه بل يجري عليه جميع ما لزمه من أحكام الحق في الظاهر ويبرأ من جميع معاصيه ويتولى نفسه خاصة لما قد صح معه من سعادته عن الله أو عن رسول من رسل الله وعليه أن يقاتله على ارتداده أو بغيه ويقتله على ذلك ويقيم عليه جميع الحدود التي قد صحت معه وينفذ عليه جميع الحقوق فإن ضيع في السعيد حدا أو أبطل فيه حقا من أجل ما صح معه من سعادته كان بذلك مبطلا معطلا لحدود الله يعني ماذا؟ يعني واحد سعيد النبي يقول هذا سعيد من أهل الجنة بس إحنا نشوف أنه هذا ارتد نحن نتولى نفسه خاصة نقول هذا من أهل الجنة 100% ولكن نطبق عليه حكم الارتداد فنقتله اتفضل يا سعيد خلي نقتلك عرفت شلون؟ هكذا عقلية شوية مقلوبة أكو عند الإباضية ترى بهذه العقلية هذا ما يفسر مع الأسف ماكو متخصصين لأنه شوف الآن النقاش شنو دائر حول موقف الإباضية من علي بن أبي طالب عليهما السلام واحد يشوفه متناقض يقول شلون؟ في بعض مصادر الإباضية ذم لعلي بن أبي طالب بعض المصادر مدح لعلي بن أبي طالب بعض الإباضية يقولون كرم الله وجهه بعض الإباضية يذمونه بعبارات شديدة اللهجة شنو تفسير هذا؟ أحيانا يستنون بسنة علي بن أبي طالب وأحيانا يخالفونها ويترحمون على أهل النهروان أهل النهروان من المعظمين عندهم يقولون من سلفنا من أهل الصلاح تفسير هذا التناقض وهذا يقع فيه كثير حتى بعض المحققين مع الأسف حتى من الشيعة أنا رأيت أنه بعضهم بعض المحققين ذهبوا إلى أن الإباضية يكفرون علي عليه السلام وبعضهم ذهبوا إلى أنهم بريئون من هذه التهمة كل له قول نحن لا ننكر هناك تذبذب هناك تناقض في التراث الإباضي في الموقف من علي بن أبي طالب لكن حله بما ورد في كتاب الاستقامة الإباضية في الحقيقة والجوهر يعتقدون بأن علي سعيد أي أنه من أهل الجنة لكن يقولون مع ذلك هو ارتد وعلينا أن نقاتله على ذلك فيا علي كرم الله وجهك لكن أنت من أهل الجنة لكن علينا أن نقتلك هذا تكليفنا يعني لأنه أنت ارتدت أنت أنت سويتنا مصيبة بعد التحكيم بهذا النص أنا ألزم الإباضية أقول هب أن أبا بكر وعمر من السعداء وأنهما من أهل الجنة هب ذلك افترض أن عائشة من أهل الجنة مع أنها لن تشم ريح الجنة أصلا عليها لعنة الله هب ذلك نحن حين ننال منهما هو شنو طبقا لقواعد المذهب الإباضي إحنا مفروض أصلا نقتلهم إذا مع كونهم سعداء صحيح لأننا رأينا منهم شقاء رأينا منهم ارتداد رأينا منهم مخالفة لله و لرسوله أيهما أعظم بالله عليكم التحكيم أم رزية الخميس أنتم حكمتم بارتداد علي بن أبي طالب وقاتلتموه على أساس قبوله بالتحكيم أنه حكم في دين الله الرجال هذه أعظم أما نطق به عمر بن الخطاب من كفر في رزية الخميس أنه حكم نفسه على رسول الله على صاحب الشريعة وقال حسبنا كتاب الله أن الرجل لا يهجر لو إحنا نحن 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 لصح لنا أن نشهر السيف على عمر ونقتله وإن كان سعيدا أنتم تقولون هذه قواعدكم تقولون ولا يجوز لمن صحت معه سعادة سعيدا أن يخالف فيه حكم الحق بل يجري عليه جميع ما لزمه من أحكام الحق في الظاهر إلى أن تقول ويقيم عليه جميع الحدود وعليه أن يقاتله على ارتداده وبغيه ويقتله على ذلك يعني صير إحنا مأجورين لو قتلنا عمر إحنا في ذلك الزوان مأجورين حتى وإذا كان من أهل الجنب طبقا لقواعد مذهبكم فكيف بيسبه يعني هذا بعد سبه يصير شغلة بعد هذه زلاطة موفة شغلة يعني يسوي منها قضية كبيرة نحن نطبق قواعدكم في هذه المسألة